كشفت معلومات جمعها موقع إيران انترناشونال أن أكثر من 120 مدرسة إيرانية تعرضت طالباتها لحالة تسامم بمواد سامة أمس الاثنين وأظهرت المعلومات أن هذه المدارس توزعت في 25 محافظة إيرانية منها كردستان وفارس وطهران وأصفهان وكرمان وزارة الصحة الإيرانية بدورها أعلنت أن المادة المسببة لتسامم ليست بالضرورة مادة واحدة يمكن الكشف عن اسمها مشيرة إلى أن أقل من 10% من التلميذات اللواتي تعرضنا لتسمم ظهرت عليهن الأعراض وأن البقية قد يعانين من الأعراض فقط لشعورهن بالقلق والتوتر دون التعرض لسبب التهيج هذا واتهم أحد الطلاب في جامعة الأهواز علي سعيد جليل ممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والنظام بالعجز عن حماية الأطفال في المدارس من السموم التي تستهدفهم إذا قلتم إن التسمم في المدارس ليس من فعلكم بل وراءه الأجانب عفوا إذن أنتم فشلون جدا لأنكم لا تستطيعون ضمان سلامة هؤلاء الأطفال